إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن إن زال الله عز وجل للمطر لآية من آياته سبحانه وتعالى وخلق من مخلوقات الله عز وجل العظيمة التي تدلنا على الله تبارك وتعالى فالله عز وجل جعل الماء عصب هذه الحياء وجعلنا من الماء كل شيء حي فإنزاله سبحانه وتعالى المطر وإنزاله الماء الذي به حياة الناس لآية عظيمة من آياته سبحانه وتعالى لذلك تعرف الله عز وجل على عباده بإنزاله للمطر ودلهم على أنه خلق عظيم من خلقه وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وهذه الأيام عباد الله نعيش أياما عظيمة من أيام الله تعالى فيها نزل المطر من الله عز وجل وهناك بعض الأحكام التي لا بد من الوقوف معها أولا إنزال المطر يكون من الله عز وجل وحده لا غيره ونسبة المطر إلى غير الله عز وجل من الكفر بالله تبارك وتعالى فقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الصبح على إثر مطر كان من الليل في الحديبية فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكواكب كافرا بي أو كافر بي فنسبة المطر إلى الله عز وجل وحده واعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر وأن غيره لا ينزل المطر هذا اعتقاد لا بد منه ونسبة المطر إلى غير الله عز وجل سواء كان للكواكب أو لغير الكواكب من الكفر بالله تبارك وتعالى بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نسبة المطر إلى الكواكب وإلى الأنواء من الكفر به سبحانه وتعالى الذي لا يزال في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال أربع من أمر الجاهلية في أمة لا يتركونهن وذكر منهن صلى الله عليه وآله وسلم والاستسقاء بالنجوم فطلب السقيا من النجوم من الكفر الذي لا يزال في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمور الجاهلية التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمسلم يعتقد أن المطر ينزله الله تبارك وتعالى وأن النجوم ليس لها أمر في التأثير ولا تنزل المطر ولا تتسبب في نزول المطر واعتقاد ذلك من الكفر بالله تبارك وتعالى ومن الكفر الذي لم يكن موجودا حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى في زمان المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسبة نزول المطر إلى الأولياء والصالحين وهذا من الكفر العظيم بالله تبارك وتعالى الذي نشأ في أعصر متأخرة في هذه الأمة أن يعتقد معتقد أن المطر ينزله الشيخ وينزله من يزعم أنه ولي لله عز وجل ومن اعتقد أن من الناس يستطيع أن ينزل المطر مع الله تبارك وتعالى فهذا خارج من دين الإسلام خلع ربقة الإسلام من عنقه وهذا من الاعتقادات الخطيرة التي تنتشر في أماكن الجهل يعتقدون أن الأولياء هم الذين ينزلون المطر مع الله تبارك وتعالى ويذهبون بالذبايح والأموال إلى هؤلاء الأولياء ويطلبون منهم أن ينزلوا المطر كما ينزله الله تبارك وتعالى وهذا اعتقاد كفري فالمطر ينزله الله تبارك وتعالى ولا ينزله غير الله عز وجل قال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون فالله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر وحده والذي يعتقد أن غير الله عز وجل ينزل المطر ويتصرف في نزول المطر فهذا كفره كفرا أكبر والعياذ بالله وكثيرا ما نسمع أن أناسا يعتقدون أن فلانا من المشايخ يبيع المطر في السماء وانتشرت مقولة بين الناس عن بعض الأولياء أنهم يقولون عنه بياعماها في سماها يبيع المطر وهو في السماء وهذا اعتقاد كفري وقاكم الله عز وجل من اعتقاده إذن لا بد للمسلم أن يعتقد أن المطر ينزله الله تبارك وتعالى وهذا أمر عقدي لا ينبغي أن يتزعزع في قلب المؤمن ولا أن يعتقد أن غير الله عز وجل ينزل المطر ولا بد أن تعتقد أن من اعتقد هذه العقيدة الكفرية هو كافر بالله تبارك وتعالى الأمر الثاني من المسائل المهمة في نزول المطر وهذا أيضا من المسائل المعتقد أن وقت نزول المطر على التهديد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى جاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله وذكر منهم ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله تبارك وتعالى فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عز وجل ومن جزم بنزول المطر في وقت معين فقد نازع الله تبارك وتعالى في مشكه وهذه أيضا من العقائد التي تنتشر في بعض الأماكن أن بعض الناس يعتقد في بعض الأولياء أنهم يعلمون أن المطر ينزل أو أنه لا ينزل وينازعون الله تبارك وتعالى في ملكه ويخطئ بعض أهل الإرصاد أنهم يجزمون بنزول المطر وهذا الذي يجزم بنزول المطر تدخل في ملك الله تبارك وتعالى وعلم الإرصاد علم توقع لا علم جزم فمن جزم أن المطر سينزل بعد غد أو أن المطر سيكون في منطقة معينة في الساعة المعينة فهذا قد ارتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا مع الله تبارك وتعالى لذلك نص فقهاؤنا وعلماؤنا أن من يجزم بنزول المطر في وقت معين أنه يضرب ويعذر ويسجن حتى يترك هذا المعتقد الفاسد أيضا من الأحكام الفقهية التي تتعلق بنزول المطر أن الماء النازل من السماء هو ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره وأنزلنا من السماء ماء طهورا فالماء النازل من السماء ينبغي أن يعتقد الإنسان أنه ماء طاهر وأنه ماء طهور يطهر الإنسان يتوضع به ويغتسل به ويشرب ويفعل به الإنسان ما شاء وكذلك من أحكام نزول المطر أن المؤذن إذا أذن في الأذان وكان المطر نازلا فيشرع له أن لا ينادي بصلاة الجماعة بل يقول للمصلين وللمسلمين صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا من أحكام نزول المطر أنه يشرع للمسلمين إذا نزل المطر وتتابع وكان هناك مشقة في نزول المطر أن يجمع بين الصلاتين أن يجمع بين المغرب والعشاء وهذا قول جماهير أهل العلم وأن يجمع بين الظهر والعصر وهذا هو قول للشافعية وتشهد له نصوص الشريعة أنه إذا احتيج إلى الجمع في صلاة الظهر والعصر جمع بينهما والجمع في صلاة الظهر والعصر يكون لمن يحتاج إليه وجمع الصلاة في المطر يكون جمع تقديم لا تأخير اتفاقا لأهل العلم وأيضا من الأحكام الفقهية المتعلقة بنزول المطر أن صلاة الجماعة وإن كانت واجبة فإن وجوبها يترك إذا نزل المطر وتتابع نزوله فإنه يستحب للمسلم أن يأتي لصلاة الجماعة ولا يجب عليه عند نزول المطر وعند حدوث الوحل ومن أتى للجماعة بمشقة فأجره عظيم عند الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمطر أن هناك أذكارا وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل المطر كان يقول اللهم صيبا نافعا وصح عنه عليه الصلاة والسلام كذلك أنه إذا نزل المطر كان يقول عليه الصلاة والسلام رحمة وصح أيضا كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا نزل المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذه ثلاث أذكار ولعله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام غيرها يشرع للمسلم إذا نزل المطر أن يقولها وأن يتعبد لله تبارك وتعالى بذكره ومن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمطر هي أحكام تتعلق بالزكاة منها أن الأرض التي تسقى بماء السماء فالواجب فيها العشر كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيما سقت السماء العشر فما سقته السماء من الأرض ولم يدخل فيه صاحبه صنع يده فإنه يخرج إذا زكاه عشره وكذلك من الأحكام المتعلقة بالمطر في الزكاة أن الناس إذا منعوا زكاة أموالهم فإن الله تبارك وتعالى يبتليهم بمنع المطر منهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام خمس يا معشر المهاجرين أعوذ بالله أن تدركوهن وذكر منهن وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا فهذه بعض الأذكار نسأل الله عز وجل الأحكام نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقوم إلى الصلاة يرحمون يرحمون